السلام عليكم مرحبا بكم في قصة جديدة من قصصنا لا تنسوا الاشتراك لايك وتشاركوه مع أصحابكم لا تنسوا الاشتراك ومشينا لا تنسوا الاشتراك أول شيء أريد أن أشارك الأول وآخر مرة سأقوم بها والتي لديها علاقة بالقصة التي تحدثت قررت الكثير من تعريقكم الذي يقولون بالقصة لا أخذ من شيء فيلم ودخلت وقلبت ودخلت فعلا بالقصة مطابقة لذلك الفيلم لكي لا تكرروا مرة أخرى هذا البلانات أتمنى من أي واحدة يصفت لي شيء قصة يشاركها معنا أول حاجة بمصداقية يعني يذكر لي المصدر وش طرعت لي هو او لا طرعت شيء واحد يعرفه او لا جايبة غير من راسه او لا أخدم من شيء فيلم لكي أتمنى عرفه ما سأروي القصة او لا وحتى إذا كانت مؤلفة نقولها للمتابعي وبالنسبة للناس اللي مصيفت لي القصص القصار في انستغرام كنقول لكم غير كنوا هانيا حتى سنجمعهم فيديو واحد أنا دابا كنبدأ بالقصص الطوال عاد من بعد كنت تبعهم بالقصار المهم لما نطول عليكم خليونا نبدأ فيديو دليوم الله خلقنا وعطانا حرية الاختيار كل واحد يختار طريقه في الدنيا وحتى شي واحد ما مجبار على شي طريق وممكن تمشي في طريق التي تجعلك تعيش الجنة فوق الأرض وممكن تمشي في طريق التي تضمرك وتجعلك أسفل سافرين قصتي بدأت في صيف 2016 منين يالله دوس الجهاوي ديالي وقررت أنني نهفط عند خالي الأقادير بحكم أنني والد من دين تسلا ولكن قبل دعوني نعود لكم قليلا على شخصيتي أو على طفولتي الذي لم يكن يعرفه الكثير من الناس الوليدة ديالي تمثل نسبة من هذا المجتمع نسبة العيالات التي أمنها في الزيارات والسادات وفي الليلة زارت أو لا شيء والي يتحقق لذلك الرغبة التي لديها في رأسها وكان أعقل فيما كانت تمشي تجرني معها حيث الوليد ديالي كان خدام وما تقدرش تخليني بوحدة أنا كنت كرتاح في دوكرو بلايس من درجة أنني كنعس شفت بزاف الحويج دمك ما حويج عمرني غندساهم كل واحده ما يدير كل واحده يتصرف بطريقته كل ما تشوفه يتحسى بالسلام وكل ما تشوفه يتعرف بني بنادم مريض وخاص يتداوه تشوف ناس يدبحوه تشوف ناس يحضروه تشوف ناس يتحيروه مجوعة في شكل وما يفهموني غير الناس الذين يمشون في دوكرو بلايس أنا هنا ماشي كنحكم ولا كنقول بلده كل الناس خيبين كل واحده عارف نية دياله وكل واحد كيف ما قلت في الأول يختار طريقه الوالده لا يسأل الوالده فين تمشي و تغمر خصوصا من أن يعيط لهم لا يلقاهها في الدار تقول لي بلده تمشي عن تصحاباته بحكم أنها كانت خياطة تقول لي بلده تقنط بوحدة وكيف تغمر بلده كان يتحق فيهم و لم يقول لي أي شيء وفي حالة أنا كنت تتوصيني لكي لا نعاود دوله قدامه لذلك ما يعني كنت أقول هذا سيقول لي الوالده كانت سحارة ولكن أنا شاهد على كل شيء كانت تديرها الوالده مع مرة لم يفكرت در شيء واحد بلاكس كانت المرة المسديلة و تصلت لطريقه فوقتها ديما هزت السباح و تسبح المهم واحد المرة كنت مرضت بزاف و لم يكن الوالد معنا في الدار أعطل و قال لي لا نستطيع أن نأتي بها من الخدمة خصوصا أنه كان في مدينة آخر قال لي أن تصرفي و لا أرى ما يديري أخذي الفلوس و أعطيه للطبيب أنا ذلك الساعة كنت كان يهترف بالسخارة أو أنه يبنوا لي بأي شيء صغير معي في البيت كانوا يلعبوا و يجريوا على بعضياتهم و يدوزوا من حدايا حتى مني أن شاهدوا مهمة الوالده ديالي مبقى كتبان لي كان سمع صوتك تقرأ عليها القرآن و تقول لي ها والدي نوتراك خلعتيني عليك المهم بدأتني الوالده للطبيب أعطاني الدواء و لكن شربته مقضى في الوالده قد شهد الفراش حتى أرجع الوالد أعود أدوني لعن الطبيب آخر و أعودتني نفس الحاجة كنت راثي و لم أستطيع أن نزل من الفراش أي حاجة كليتك الرد حتى بدأوا يبكيوا عليه و قلوب لغا نموت كان عقل ذلك الساعة كانت عندي 6 سنين ذلك العام كان يجبني أن ندخل المدراسة و لكن بسبب المرضي لم أدخلتك أصاب الوالده أرجع لخدمته والحياته الطبيعية من بعد ما فقد الأمل في العلاج ديالي و كان يقول الوالده غير أعطيه دواء و أخاكك و أحد النهار جاءت عندنا واحد المرأة صاحبت الوالده كنت شاهدتها معه حال من مرة جاءت قربة حدايا ذلك المرأة و قلت له لماذا لا أعطي ولدك يغسل في ذلك العين بلما نذكر صميته كانت الوالده أدتني معه حلم مرة لتنباك ذلك العين جاءت قريبا لم يكن الوالده صالح قلت له أن أخفت لديه و تزاد عليه الحال هو أصلا سخانه لم يبقى بغتها بطله قلت له غير دير النية والديه ما ذلك ما تخسرك كنت جربت دواء الطباب و لم يقضيه فيه وبالفعل الوالده استغلت الفرصة مع الوالده لم يكن و قررت دينيه و ذلك المرأة وصلنا لذلك البلاصة و كانت معنا حتى ذلك المرأة لذلك المرأة يأتي لذلك المرأة يأتي بطله و بدأت تخوي علي الوالده و المكان بارد كثيرا لذلك لا تصور بحاله فيه التلج بدأت كل ما ترعاده و قفز قليلا بقيت أن أشعر برد الأول حتى شاهدت أن أحد المرأة كانت مقابلة معي و كانت تشبهه جدا لابست قريبا كل شي بيط بحال ذلك النساء كانوا ينبسوه و ما حال هذه كانت تضحك معي و كانت تشوفي أحد تشوفه تحنان صافي في ذلك اللحظة غيبت من اللي فقط لقيت رأسي لابست حويشي و الوالدة عند رأسي عن قادني و قلت لي يا اللهي لست خناب تطلق و كانت تشعر برأسي خفيف و تحلت لي الشاهية بحالك أنت هذا شي حاجة تقيلة فوق كتافي و حيتها ذلك المرأة قلت لها شفتي شنو قلت لك هو أولدك أو أبي أخر رجعنا في حالتنا للدار الوالد فرح مني و قلت لها قلت لها شفتي قلت لك تبعي له غدواء و قلت لها أنا كنت أريد أن أقول لي أين نبسينا و لكنها كانت تقول لي ما تقول لي هو حتى أعرف الوالد لا يوجد هذا و ستعصى لذلك العام لم يدخلني مدرسة لأنني قلت لها شهور قريبا و قلت الوالدة ترخف عليها و تجعلني نخرج الزنقة واحد الحاجة التي كنت لاحظتها في صغري هو أنني في أمي كنت أخرج كنت ألقى الفلوس ضروري أي نهار نخرج فيه كنت ألقى الفلوس لذلك نكون غادي مع والدي حتى يبنوا اليمن اللي بعيد و كمشي نهزهم والده في الأول كانت شاكة و تقول لي من يأتيك الفلوس و لكن من بعد أنني شاهدت شيء بعينها لا يمكنني أن تنكره أو تقوله كنت أشعر بالفلوس في شيء بلسق قبل حتى نوصل لها من يسمع الفلوس ليس فلوس كثيرة و لكن بالنسبة لولد الصغير في السن ذلك كانت فلوس كثيرة و خاف ذلك السن الصغير كنت أول المسؤول هو واعي كنت أشعر بي راجل كبير في جسم والد الصغير لدرجة أن الوالدة تشاور معي في أي شيء بغديره و بعد المرات كنت أجاوب أجوابها أنا براسي كنت أتضمنها كنت أشعر بالفلوس و كنت أشعر بالفلوس و كنت أقول لي أنا أعرف كمشي والد صغير و غير قرر و أقول لي ما حال لديك من عام أبك و لا يعرف ما يهضر بحالك حتى عندما دخلت المدرسة الخصيتي كانت مختلفة كثيرة على الدراري الذي في السن دياري كانوا يأتي دراري صغير و أخي لم أحمل هذا المصطلح براهش و لكن هذه هي الكلمة التي نوصفها لكي أشعر و حتى و لم أتأتي يوم و ميل لدرجة لم يقربوا لي كنت أرى أن يجريوا و يلعبوا في الساحة و أنا كنت غير مريح و كنت أتفرج عليهم كنت أشعر براسي بشكل شابع لعب و لا أريد أن تزيد اللعب ذلك الأحلام من رؤى التي كنت أرى أن أرى في صغري كانوا يزادوا كل ما أكبرت و لكن كنت أحاول أن أفسرهم كنت أشعر بالفعل كنت أشعر بالفعل لا أستطيع أن أقول لكم في أسنين كاملة الصاحب الوحيد الذي كان عندي هو أولد خالي لا أعرف لماذا أعزيز علي و لكن كان يعجبني ديما الحال و أنا معه و خمخت ألف علي بقينا أصحاب هكاك حتى كملنا بجوجة بنا 13 العام و من قرر خالي أنه يتحول من المدينة اللي احنا فيها و يمشي الأقادير ما حال بقى في الحال خالي كان يصبرني و يقول لي يا صافي مني نوصل للصيف بقى تأتي لعندنا حتى واحد فينا ملتازم بديك شي ليجال ما أبقى و ما هما يأتي لعندنا ولا احنا كمشي لعندهم بيناتنا تليفون و صافي كملت حياتي عادي في نفس الروتين كمشي للقراية و كنجي نسد عليها البيت أولا كنت طلع على السطح و بقى نشوفه في السم كنت يعجبني بقى نتأمل في الطبيعة و كنت مربي بزافت الفراخ عندي في السطح و وصل صيف 2016 فين قلت لكم ستبدأ القصة ديالي مع العالم الاخر واحد نار خالي كان صونع الوالدة ققوا داوين شوية و يقول لي قولي العبد الإله يجي عندنا في هذا الصيف راحت يوسف قنطان في الضار و ما عندوش أصحاب هنا بزاف صافي الوالدة قطعت معه و قالت هالي و أنا فرحت بزاف أعطوني الفلوس بش نمشي جمعت حوي جاتي و تحركت كنك حساب لي سنطلقى نفس يوسف الذي تفرقت ماتي خمس سنين مشيت وصلت و تلقى لي يا خالي كنت كانت سنة يوسف و الذي يطلقى قال يراع قزيجي مهم شي نال الدار تلقيت بي سلم علي بوحد البورودة بشكل عرفت بذلك الصحبة التي كانت بيناتنا صافي و لكن قلت أنا جاي هنا لكي ندعو الصيف و استمتع كنت كانت سنة منه أنه يخرجني و يساريني في المدينة حتى كانت هذه أول مرة أمشي لها و لكن كانت دائما يخرج و يدرس سبب شي شي و يرجع مع الطل في الليل كانت هذه الساعة يالله نجح في الباك و بدأت يدفع للمدارس و كانت هذه السبب اللي يلقى لي و لكن كنت تشاك بلي شي حاجة ليش هي هذه كالطراله خصصا أنه تبدل و يبالي دائما عنده الفلوس و خخالي عارف بلي علاقة الحال كان واحد الخاتم دائما ديره في صبعه و كان يقول لي أعطاني غير نشوفه و يقول لي لا ممنوع لي نحايده أنا و تاني كانت فيها واحد قاعدة في شكال إذا بنت لي شي حاجة عند شي واحد و عجباتني يجبني ضروري أن أدابي و نقياسها مثل ذلك الخاتم يجبني راسع لا يريد أن أعطاني نشوفه خالي بدأك يرغبه بشي يخرجني يقول لي أحشو معك والدعمتك جاي لعندك بشي تساريه و أنت تخلي بوحده في الدار و تخرج مهم شد معي الخاطر و أخرجني واحد من نهار و في الطرق قال لي اسمعني و قلت نقول لي ذلك يوسف لك أنت تعرفش حال ذلك هذا لي قدامك و واحد آخر صرح أبقى في الحال خصوصا كيف ما قلت لكم أنه هو الصاحب الواحد الذي كان عندي أتوصل بي الدارة جد يلا أنه يقول لي ما مقاش نبات معه في البيت قال لي يسير نعس الصالون حيث أنا كان بغير نهضر معه البنت اللي أنا معها و ما بغيتش نهضر قدامك احترمت رأيه و لكن هذه كانت غير سببه و كدبه واحد المرة ضربتني الفيقه في الليل كنت تعيز من حدا البيت ديال يوسف و هو يبالي شاعل واحد ضو خفيف و يبال بالليدك الضو ديال الشمع طلعت هليه بشوية من ديك البلاسة ديال الساروت و أنا ألقاها شاعل الشمع شادها بين يديه و يدور في بلاسه و يقول شي حويش في شكل شوية حل عيني و شافني ما لجيهتي ما عرفش كيف حس بيه ما جيت فين بعد حتى ألقيت حل باب شدني و قال لي شقدر هنا على شك تطلع ليه قلت لي اللارة كنت دايز لطوالت و سمعت كتادر شنو كنت قدر قال ليه تعلم دخول سوق راسك و أخر مرة تجسس عليها هك ده بسير حيد من هنا قبل ما يسمعنا الوالد رجعت البلاستي و كان قلبي مزير عليها بزاة كنت متكيف الصالون و مع حليت عيني كتب ليه واحد المرة المرة لابسة كل شي كحل و شعرها مخربق قلسة في الحافل مقابل معي شاعلت الفلاش ديال التليفون و ضربت لديك الجيهة ما لقيته والو قلت كنقول أعود بلا مشي طراجي ذلك الوقت أدى الفجر و صافي طر لي النعاس بمرة شفت خالي ناضي يصلي و نطحت أنا معا نصلي قال ليه يوسف كان عيام عابش يفاق و ما كيبغيش مهم صلينا و مني سالينا قال لي قلت ليه أه قلت ليه أه قلت ليه يوسف أعود لك شي حاجة و قلت ليه بحالة قلت ليه زعماء لماذا تبدل في هذا اليوم من الأخرى عديت قريبا عام بشي تبدل عليها بثاف و ما بقيت كنعرفه كيجيب حوائج وشي فلوس كنلقاه معنده و كيقول ليه بلخده مع معند صحابه و لكن انا عارف والدي ما عنده اصحاب لك شي عليك تخلي يشك و بغيتك تعاونه إذا كان غادي في شي طريق ماشي يادك حاولت نصحه حيث انت قدوه في السن و سيسمع عليك كثير مني أولا على الأقل حاول غرد تعرف منه شنوه كيجيب يدير دائما يومين تقريبا كنت حاسب لي يوسف كيجيب حاجة ماشي يادك خصوصا انني وليت كانت تزير بزاف و نعاس مبقاش يجيني يوسف ما كانش عنده الوالدة دياله كان عايش غير مع ابوه كان كيبقى فيه باحثة ما عارف ما يدير ليه مضحى بحياته كاملة باش يربي ولده أحسن تربية و ما بغاش يتزوج حاولت نتقرب منه و لكن كان ديما كيبعدني و كيقول ليه ماشي صوقك واحد المرة قام بني على الصبت و قال لي يصير في حال كل داركو على الجاي قاعد عندنا تمك فكرت انني انتبعوه نعرف شنو كي يدير تكندار خرج مع وقيت المغرب خالي ما كانش يلا خرج هو و ننتبعوه بقيت غادي يتابعوه هو حان يراثوك يزرب في المشيل حتى وصل واحد الزنقة خاوية بعد اي واحد طو موبيل و هو يطلع فيه و أنا بقيت كنشوف فيه تقربان شاربه ساعة و أنا حاضي شوية بلية نازل هو يجري و شدني او ثاني قال لي شنو كدير هنا حتى حصلني لم أعرف كيف شاهدني قال لي ايكا وصيتك مباقي اتبعني ندخل صقرازك هذه حياتي ندر فعالي بغيت قلت لي رخالي مخلوع عليك و بغي عرفك شنو كدير ماذا كان هذا اللي طلعت معه في الطموبي قال لي ماشي صوقك و كيف تفهم شوية حتى بلية تكخوناه بطن كان الرجل تقريبا يكون في الربعينات من عمره تم جايل جايتنا و يوسف يقول لي صاف يصير في حالك بلا ما تحشمني مع بناه و قلت لي ما غامشي منه حتى نعرف كيف هو جاقر باللنا و قال لي السادة سلمت عليه ما عشدت فيه يده يبدأت كتراعد هو الذي كانت تنفس بصعوبة الرجل اللابس كل شي كحل و ذلك اللابس طويل و يده كامل أخواتم يشبهوا لهذا الذي دائر يوسف ذلك الخواتم عجبوني بزاق قلت كنشوف فيهم و حاضيهم قال لي ايوش عجبوك حركت رازي بقى قال لي صافي هذا المرة جي معي يوسف و سنعطيك واحد مهم شوخلانه و انا اشهد في يوسف و نقول لي عافك لما عود لي والله ما غنقول لخالي شي حاجة قال لي صافي غنعود ليك والكي لمشي تحت قلت يالو والله سنقود لك قلت لي صافي كون هاني مشي ناري احنا في واحد القهوة قلت لي يالله هضر كنت حاسبه متردد لكن في الخرق قال لي يا هدي عام كنت جاي من الليسي بدأت من واحد طريق خاوية يالله كي طلعوا فيها العمارات تزيرت في الطريق و مشيت لجنب واحد الشجرة باش نقضي حاجتي بل يا واحد الكلب كي حفر ما عرفته شنو كيدير من الليساليس مشيت لديك الجيهة و انا نلقى واحد الكتاب كتاب الكيبان غريب مغير شفته و جاءت عيني عليه شئ حاجة شداتني له عجبني بزيف ذلك الكتاب حي الدكتراب اللي كان عليه وهزيته مغير كان ندور وجهه كي بلية واحد الراجل كي يخلع كي يطلع لي و مغير كان بدك يطع ضلام ما كان كي بلية مزيئة شديته بجرية واحدة حتى للدار مغير دخلت معي ذلك الكتاب للدار وما يبدأوا المشاكل اول شيء غريبه هو انني في مكان هذا الكتاب و نريد أن نقرأ ما فيه كيش دنيا نعز بزيف الدرجة كان تحفق منه ما كان عقلش على رأسي حتى كان فايق و يتكين حلم باللي عندي شيء حواج خيبين في البيت دائما كان سمع شيء أصوات في الليل و كان دير في رأسي ما سمعته في الأول ما كنت عارف باللي السباب هو ذلك الكتاب و كنت بقي مصرع لأنني نقراه شيء مرة حتى لديك نظار فيه ما سيكون الوالد و سنقرر أنني نجي بدون أقراه يا الله بديت سنقراه حتى نسمع التقان في الباب و ليس الباب ديال بره لا الباب ديال بيتي حلت الباب كيسحب لي غير الوالد أرجع لكن لم أردت شيء واحد تمك ركبتني الخلعة ديال بالصح كنت سنحماق سديت الباب عو ثاني و بديت غادي نقراه حتى كنت نسمع صوت المشاش والكلاب على بره بحلة عندنا في الدار و في الكوزينة كانوا المعن كي تقرقبوا و الضوء اللي عندي في البيت و اللي كي يطفى و كي يشعل كل شوية كي يجيب لله بحل شيء حاجة تحركات حدايا تأكدت بل إذاك الكتاب ماشي عادي بيقدروا يكونوا عندو شيء خدام لي قويين ذلك شعل أشدرت من ناقص و قررت أنني نخبيه و ما نقراهش ذلك شهر تقريبا و الكتاب عندي و في ذلك الشهر الوالد والدي ما كي غوت والله مع الصب على أبسط الحوايج و كي قولي غادي نخرجك من القرائب لكي تستخدم و أخاوه معمره ما فكرها كاك واحد نار و أنا خارج كنت مريح مع الدراري حتى بلي أحد الرجل اللي يشوف فيه من البعيد أو هو نفس الرجل اللي تلاقي شيء به اليوم شيء حاجة قلت لي نمشي لعنده بدرار يتحركوا في حالهم و أنا بقيت واقف حتى نمشى و نمشيت لعنده قال لابس ذلك الأخوات و حتى أنا عجبوني بحل ما عجبوك قلت كنشوف فيه الرجل في شكال مختلف بالساف علىه الوالد والرجال اللي كان أعرف قلت لي هااااااااااااااااااااااااااااا السلاء من الصباح أنت تشوف به كي نحب الخاطر؟ قاله هل أنت لديك شيئا؟ ديالي وأنا أريد أن أرجعه قلت لي ما من هذه الأشياء؟ أنا أصلا معمرني لم أردتك ما بيني وبينك أخي؟ يلا أريد أن أذهب في حالة قلت لي نجيك نيشا هذا الكتاب الذي لديك أنا أريده أنت لن ينفعك فوق و سوف يعدبك لذلك ستكون لحظة المشاكين بدأوا من النهار الذي دخلتها لديك هذا الكتاب أنا كذبه بيضي وكنت مضطر أن أخبيت أمك كانوا أريد أن يشفره مني هناك الكثير من تجارب الذي أصدقوا لي وذلك من 6 سنين وأنا كنت أعلمه قلت لي بما أنك لديك هذه القدرات كاملة و أرجع الكتاب إلى رأسك يضحك و قال لي اليوم سأتأكد بأن ذلك الكتاب خاص يرجع لي ذلك الليلة بالضبط أحلمت بأحد الرجل طويل كان سيفته بحل ديال المش رأيته هذا الكتاب بين يديه هذا الكتاب وضعه بين يديه وفي ذلك اللحظة يديه يجب أن يتحرقه لم أكن قادر أن أجدك الكتاب و أجده في الأرض بعد ذلك الزراسة أجد ذلك الرجل لديه وجهي أجدت ليه أجدت معي الكتاب و أجدته إلى الليسي بحال أنت عارف ذلك الرجل سيأتي لدي وبالفعل مني خرج جمع الساعة أجدته في نفس البلاثة أعطيته الكتاب في ذلك اللحظة و أعطيت براسي ما قدرت أجدت أن أقول لي كيف أشترتي له أعلمني أنا أجدت أن أعرف هذا الشي أنا بلا هويج أجدت لك الكتاب قال لي هذا شيء صعيب عليك و ليس أي شخص يدخله قلت لأسقه و لا أجدت أن أبعد عليه و أقول لي عافك لما أعلمني و صافي من تمك بدأت قصتي معه و بلا ما نحسه والذي تحت هنا كنضر نفس الطاقص الذي يضره و أي شيء قال لي بالحرف كنطبقه و هنا هذا باب أخر وعندي الفلوس وعندي الحويج و أي شيء أريد أن تكتره هذا هويج صافي تهنيتي و قلت لي هذا شيء ما يضرني مواره قلت لي و لم تسوّلت مع رأسك و أي شيء ما تدير فيها حلال أو حرام أو صحيح أو غالط و خالي العرفة و أي شيء ما يرضى عليك قل لي ما تخربك هذا شيء ما لديه علاقة بالحلال والحرام كنت عامل مع الجن بحالي كنت عامل مع ابن آدم يعني شيء عادية قلت لي هذا المرة قلت لي كنت أحمق و أحسن الرجل و أصدقك قلت لي و قلت لي و أنه لك و تدريباً طريقاً و أدخالي أدار معك و أصدق و أصدق و أتدني معه و قال يا ويك تنطق شيئاً و لا يجب و أخنا يطيرك من بلاستك و لا يحمقك و يخليك الضار في الزناق أنا قلت لك و أصدق و أصدق و أصدقنا و أخنا و قال مرحبا بك كنت أعرفك ستأتي عندما أجبك شيوز معك ستتقلق قلت له ناجي ماذا المطلب مني؟ قال لي على حساب ما رأيت أنت زهري وزهريك أشاف يعني أنك تستطيع أن ترى البلايس الذي فيهم الكنز وذلك الأحجار الكريمة قال لي لماذا من صغرك كنت أجد شيء يحويج الليتامينة كنت أجد أن أجد الفلوس قال لي آه حتى لا أخدمت على رأسك بالأسف أما كل ركضة سأجد ذهب قرب الحدايا وجدت عيني في عيني أخونا كان يخلع ولكن حاولت أن أجد الخوف كنت أجد واحد الهيبة وطاقة التي تجعلك أنه يسيطر عليك قبل أن تشعر والذي قال عليك توافق عليها قرب يدون مني وأضعه فقراسي في كل اللحظة في حالة ضربتني بالطو أردت أن أرى الكثير من التصاور قدام عيني وكثير من الأصوات مخربين وحالة في حياتي كل هذا يتقدم عيني في التواني القليلة قال لي كيفما توقعت أنت هو النوع اللي عليك أن أقلب أنا من المرة ما أضع عليها يدي عن الصاعة وأنا غير ساهي الألوان والذي تشوفهم في شكل تخرب قولي وحتى الأصوات ديالهم والذي تسمعهم بعاد حالة كنت محبوس في شي بلاسة بعيدة عليهم حيد واحد الخاتم وعطاه لي فيدي وقال لي قبل هذا الهادية مني حيات جيتي لعندي اليوم ولكن خليه ديما فيديك قنا قاسين وهو يهضر وقال لي يا ده بنت عندك واحد منه لدي الجن الملعب الأحجار الكريمة كان جادب لهم كثيرا يستطيع يعرف البلاسة فيه كائنين والذي عرفت التفاوض والتعامل معه سوف تقول لي من الأغنياء وأنا سوف نعاون كفادي الشي وهكذا بجوش بنا غير ربحه حسيت بيوسف تزير ومعجبوش الحال بحالة لديت له بلاسة أعطني واحد الويرد معين وواحد البخور سوف نتبعه وقال لي بلخصني مقادمة نقي حيث الرفقة اللي معي يريد أن نقع وذلك اللي كان يوسف أعطني بيته وليس كندير ذلك اللي قال لي الفقه حول ذلك الرجل وذلك الخاتم قال لي ما نحيطه من صبعي حيث سوف يمنع أي تداخلات من جوايا أخرى حيث كان هناك عوارد اللي لا يريد أن نوصل لذلك وبالفعل من بعد 21 يوم سوف نرى حوايج بحش رؤى يأتيون في بالي وكان نرى بهم شي بلايس اللي ما أعمرني ما شفته ومنين كان أعطيهم النعت كيقولوا لي بلبس صح ديك البلاسة كينة في أقادير وخام ما أعمرني ما شفته ومنين كان نرى والتمك نلقوا شي حاجة سوى شي أحجار كريمة أو لا لويز ولا ذهب تقريبا نشير بعض المرات اللي كان لعتليهم البلايس وكيصدقوا بالصح يوسف الله غير لاسق فيه من بعد ما كان محاملنيش خالي لاحظ بلي ولينا غراب وقلت لي يكون هانيراني أراد ليه البال تكخونا كان يستغلنا كي يأخذ اللي يبغى ويعطينا اللي يبغى ومن بعد غنعرفوا بلي كان ديرنا فتوك الخواتم شي حاجة اللي تخلينا نطيعوه صافي من مراهل عطلة سالات وقلت ليهم بلي أنا غادر رجع في حالي صافي هو ما عجبوش الحال وقل لي ياه عشبخيتي بشي قرايا انتا رغى تقولي لباس عليك ما عندك ما تدير بشي قرايا أصلا ما زال بزاف البلايس ونقدروا قاعد نخرجوا بره المغرب راه تمك يكونوا شي حويش اللي كتار من هنا بدك يحرش عليها يوسف بشي قناعني ويوسف قال لي صافي يبقى معنا هنا وبقرار الباك هنا ما عندك ما تمشي تدير في داركم قلت لي لا توحشتوا والدية وخصني مش نشوفهم بدك خونا بدك يرطب معي وقال لي صافي احنا نمشي معك ثلث امه ولكن مني نقولك خصنا نمشي بشي بلاصة ستمشي معي بلا ما تقول له واحد المرة وقبل ما ارجع للدار حلمت بتلك المرة المرة اللي كنت شفتها في صغري جاءت لعندي وقفات عليا وشدت لي ايدي وحيدت ليدك الخاتم اللي كنت الدائر وفعش حيداته وبالي بحل الدخان كحل طالع مني ويتقول لي ياه ارجع للداركم وبعد عليها بطريق صافي يتمك ضربتني الفايقة وكنت مخلوع صراحة خصوصا من اللي لقيت الخاتم ضايح من صبعي يوسف احتوي ضربته الفايقة وقال لي يا مالك صاحبي ايش عندك؟ قلت لي يوسف النصيحة اللي سنعطيك هو بعد على ذاك الراجل رغير كي يستغل لنا انا غرجع في حالي وما بقيتش بغي نتعامل معه لكان شيرزق مكتبوا لي يالله رغي يجيني نحتاج النوض نحفر ونقلب عليه ما تعرف شي مرة نطعح وفي شي كنز عنده مواليه ملشن ويستقوا مع وجيننا ولا ديرينا شي موصيبة قل لي يالله صاحبي ما تخافش رجل اخونا اللي معنا متمكن انترك شفتي وعرفوا كيفش داير انت جيت اذا بغير في هذا الصيف وشوش هذا الفلوس غده معك قلت لي صافي الله يالله أصلا من حيثت الخاتم بعد حسيث براسي ما كنت قد ندير لك شعنش كان نصحك حتى انت تحييده رجل اخونا داير شي حاجة في الخواتم من شفتي يوسف مصر ولم يريد أن يبعد على ذلك الراشل سلمت على خالي ورجعت في حالاتي بلا ما يساق لي يوسف الخبار أبقيت شكا نجاوبه وملكي صوني عليا وصافي بدأت القراية ومسيت الموضوع واحد نهار وانا خارج مني استحتك سنتصدم قلت طموبيل ذلك هنا قدام الباب وملكي شافني نزل منه وقال لي اسحبك مغلقك قلت لي مكي نحتشي حاجة بزز انا ما باغيش طمعني وقال لي نعطيك اللي بغيتي نترلك طموبيل ونكسب لك الدار ديالي المهم غير خدم معي اي واحد في بلاستي كان غير وافق بلا ما يفكر وانا براستي كنت سأقوم بعمل نفس الحاجة ولكن كنت كنت أشعر بلي كنت كنت تخرج بلا ما نشعر وشوية ثانية بلا ما نحس كنت أعطيت له في يده ذلك اللي فعل خواتم وهذا المرة ليس هنا اللي اتراحت ولكين هو وحليلا ضربوا الضوء وبعد عليا ركب في طموبيلت وزاد وكانت هذيك أخر مرة نشوفه فيها داست قريبا ثلاث شهور فالثلاث شهور كاملة ما كنت كنظر مع يوسف واحد نار صونة خالي الوالدة وقال لي بلي راه مريض بالزاف وقال لي بلي ديما كي غوت لي في الليل وانا عرفت بلي السباب هو ذلك الخاتم اولا ذلك الراجل دهر له شي حاجة قلت لي خالي واش مازال داير ذلك الخاتم فيه قل لي اه قلت لي اه 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 اجري وحيدوا لي ولكن قبل خصك تدير شي حاجة باش تحمي راسك جيب شي واحد اللي يكون فاهم فات الشي ومتمكن حتى يقدروا يقاديوك حتى انت خالي تصدم وحتى والدي تصدموا من ذلك الشي اللي قلت واليدك تقول لي يا فوقش عارفت انت هاد الشي من امتى ولا عندك مع هاد الشي صافي انا ملقيت ما نقوله وعودت ليهم كل شي خصوصا انا مكنش كان كذب ولا كان خبي عليهم اخذ لي صونان لخالي وقال لي يا الله اله والدي عندك الصح من الولد كان في حلة مرفوع غير رحيدنا لي اذاك الخاتم ولا باي خار وموقع هاقل على والو تقول كان فقط ذاكيرا معاقل شعليك حتى وجيتي عدنا في الصيف دعست واحد المودة صافيك انت عايش حياتي عادي هاد المرة صونان لي يا يوسف وبدأ كيبكي وكيقول لي غير سمح لي سمح لي على ذلك ما قدرت انترك على تقسين يا صاحبي قلت لي وش ما زالك تتلقى بذلك هنا قال لي يا الله ما نهار لي مشيت يحلف وقال لي يا بلغة ينتقم مني ومنتمك معاوت شفته يمكن قاع هو السبب في الحالة اللي كنت فيها قلت لي اه يا را قلت لي كان ديرنا شي حاجة في الخاتم وانا احلمت بات شي وعقت بيه والمفاجأة اللي غير جيكم غريبة هو انني دابا حاليا كان تاجر حاليا في الدهب والاحجار الكريمة عندي واحد المحل صغير والحمد لله ما كيخواش وكل شي تفاجأ من هذا الشي اللي درت في هذه السنين القليلة اللي داست وتيقنت من الكلمة اللي قاتلي هذي المراب اللي ارزقي غيجي حتى لعندي ومليك يبغي لك الله شي حاجة حتى شي واحد ما كيعتارض في طريقك كانت تخيل كون بشيس مع ذلك الرجل وتبع الطريق وفين غنكون دابا الله دارت اويد الخير وفكني منه في اخر لحظة وحتى يوسف كمل في حياته والحمد لله رجع باي خير وصافي كانت هذه هي قصة ليكم وكانشكر صاحب القناة اللي قبل انا ويدو وزا عنده الخوز كانت هذه قصتنا دياليو كيف العادة اللي عندو شي قصة فحاله دي يصيبطاليها في انستغرام كاشكركم على حزل السماع انتلقوا في القصة الجاية والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة